بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهدى أيها الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أشبه اليوم بالبارحة أو ما أشبه البارحة باليوم كلمة يرددها مشايخنا ودعاتنا والمتأملين والمتدبرين في حياتهم ما أشبه اليوم بالبارحة حال الأمة الإسلامية أيها الكرام حال الأمة الإسلامية اليوم في حال يمدى له الجبين حال الأمة الإسلامية البارحة واليوم متشابه إلى حد كبير وما يجري الآن على هذه الأمة وما جرى عليها من قبل جد متشابه فقط نحن لا نراجع فقط نحن ننسى أو نتناسى ما حدث بالأمة الإسلامية سابقاً ما يجري أيها الكرام على أهل الإيمان من قتل وانتهاك للحرمات والتهجير وضيم وظلم وتنكيل حصل بالذات وكأنك تراه في السابق رأي العين في التاريخ الإسلامي فقط نحن لا نقرأ فقط نحن لا نتدبر ولا نربط الأحداث لا نربط السابق باللاحق وأحياناً نتناسى لكن التاريخ لا ينسى كل مسجل لقد جاء بهذا الأمر القصص القرآني وسيرة الأنبياء والرسل عبر التاريخ إلى سيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من قصة سيدنا نوح وما لاقى مع قومه ومن قومه إلى قصة سيدنا إبراهيم الخليل إلى سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما حدث في بلدنا هذا من ظلم وويلات الاستعمار وكأنك ترى بعينك الماضي في هذا الحاضر الذي نراه بأعيننا ونسمع أهل الإيمان منذ زمن مروا بويلاته لا لشيء إلا أنهم قالوا ربنا الله سبحانه عز وجل مرت عليهم هذه الأحداث نفسها إنه الصراع بين الحق والباطل إنه الصراع بين أن تكون أو لا تكون أن تكون أو لا تكون فلقد بلغ الأمر بسيدنا نوح وبسيدنا إبراهيم كما تعلمون أنه فقط استنكر عبادة هذه الأصناع فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم يرجعون لعلهم يعودوا إلى رشدهم إلى صوابهم كيف يتركوا الله في عبادة الله سبحانه عز وجل ويعبدوا من غير الله صنم لا ينطق ولا يأكل ولا يشرب ولا أي شيء ولا يقدم شيئا لا من الشر ولا من الخير أيها الكرام ماذا فعلوا بسيدنا إبراهيم الخليل جردوه من ثيابه عريانا ثم وضعوه في منجنيق وحضروا له مجمرا تعنار أعدوا لها شهرا كاملا وهم يجمعون لها في الحطب يستحيل أن يمر عليها طائر إلا وأن يذوب يسقط في هذا المجمر ولم يستطعوا أن يحملوا سيدنا إبراهيم ويضعوه بأيديهم على النار يستحيل فوضعوه في المنجنيق وقدفوه في السماء وهو إلى ذلك المستقر جاءه جبريل في السماء يا إبراهيم ألك حاجة عندي كاش ما نقدر أنساعدك قال له عقيدة ويقين بالله سبحانه عز وجل وإيمان بالله أما إليك فلا علمه بحالي يغنيه عن سؤالي وهذا الكلام قال علماءنا ما يقولوا إلا سيدنا إبراهيم الخليل حتى وإن يجوز لكن هذا كان خاص بسيدنا إبراهيم الخليل فجاء السابات من الله سبحانه عز وجل وجاءت المنجة من الله سبحانه عز وجل فقالها النار هذه نزع منها هذه الخاصية خاصية الإحرق وقال لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت كذلك وبعد شهر ما طفات هذا النار وذهبوا ليحملوا العظام وجدوه في وسطها قائما يصلي وما ذلك على الله بعزيز ماذا ربحوا ماذا ربح أهل الطغيان أهل الكفر أهل الشرك وهذا ديدن هذا هذا الطائفة والعياد بالله التي لعنها الله وغضب عليها وجعل منها القردة والخنازر إذن لا نستغرب هذا ديدن كل طاغ وكل طغيان وكل متجبر وكل متكبر عبر الزمن أيها الكرام ولقد بلغ كذلك به ما بلغ سيدنا إبراهيم مع قومه من الذي أنجاه دعوة الله سبحانه عز وجل بهذه الكلمة الطيبة المباركة كان يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته وهو رب العرش العظيم فجاءت الإجابة من الله سبحانه عز وجل وهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن بعد خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وهو الذي يقول ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وما لاقى من المشركين ومن الكفار ومن الظالمة ومن أهل الطغيان والضيم والظلم أن كسرت رباعيته وأذي في قدميه مس في جسده أذي في جسده وأذي في نفسيته يرى أقرب الناس إليه عمه حمزة تبقر بطنه أقرب الناس إليه من الصحابة نصعب بن عمير يقتل أمامه أقرب الصحابة إليه ومن أجل الصحابة إليه في نصرة لا إله إلا الله محمد الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا كان يقول كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل ورغم كل هذا جاءه المثبطون يقولون له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم يعني يثبطوا استسلموا استسلموا للكفار استسلموا لهؤلاء المجرمين لهؤلاء الطغاة لهؤلاء المشركين استسلموا لهم جاءه مثبت بالقرآن الكريم وجاءه مثبت من الله سبحانه عز وجل وَلَوْ لَا أَنْثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شيئاً قَلِيلًا وكذلك يقول النبي يقول الملت بارك وتعالى عن القرآن لنثبت به فؤادك وردتلناه ترتيلا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم جاء الثبات من الله وبالقرآن الكريم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انظروا إلى كلمة حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم قالها سيدنا إبراهيم وقالها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودعا وتضرع بها الأنبياء والمرسلون بمعانيها سيدنا نوح وسيدنا أيوب وسيدنا يونس وهو في بطن الحوت فاستجاب لهم الله سبحانه وعز وجل جميعا وقالها هم ويقولها كل مظلوم كل مضطهد وتقولها كل امرأة مظلومة ويقولها كل مظلوم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم من بداية الزمن إلى يومنا هذا يوم الناس هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ويقولها إخواننا في فلسطين وفي غزة والمضطهدين على وجه هذه الكرة الأرضية ويقولها كل من ضاقت عليه الدنيا بما رحبت ما أشبه اليوم بالبارحة وما أشبه البارحة باليوم أيها الكرام إنهم الطائف المغضوب عليها وتعالوا أخبركم ما أخبرنا وفضحهم القرآن الكريم فضحهم الله سبحانه وعز وجل في كتابه وأخبر عنهم وقص عنهم والقصص هم اليهود ومن عاونهم ومن هم على شاكلتهم هم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هم الذين قالوا عزير بن الله هم الذين تاريخهم حافل بالدناء وقتل الأنبياء والشيوخ والأطفال والبنات والنساء هم الذين كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون دائما في الأرض فسادا هم الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير هم السمعون للكذب الأكالون للسحت زرعون للفتن هم الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويخونون العهد أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون هم الذين قال فيهم نولة تبارك وتعالى أو كلما جاءكم رسول من أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون هم الذين لا يتنهون عن منكر فعلوه هم الذين يحسدون الناس على ما آتهم الله من فضله هم الذين علمنا الله سبحانه عز وجل في كتابه العزيز نكرر وندعو في كل ركعة لكل صلاة ألا نتبع طريقهم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الظالين اليهود هم الذين يعلمون ولا يعملون فمن عمل فمن علم ولم يعمل فيه شبه من اليهود والعياذ بالله أما النصارى هم الخدم خدم اليهود لو يعلموا فهم يعملون بغير علم فمن عمل بغير علم فيه شبه من النصارى هكي يقول علماءنا ونحن نقول ونكرر في كل ركعتين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين إذا أحببنا أيها الكرام أن ينصر الله سبحانه عز وجل إخواننا في فلسطين وفي غزة والمضطهدين في كل مكان لا بد زيادة عن الدعاء لهم والتضرع إلى الله سبحانه عز وجل إذا أحببنا أن يكون لنا تأثير مباشر زيادة عن الدعاء أن نمتنع عن المحرمات وأن لا نعصي الله سبحانه عز وجل وأن نتجنب المعاصي وأن نصل أرحامنا بفعل بهذه الأفعال أن نبتعد ونمتنع عن الرباء والزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن ونتقرب إلى الله سبحانه عز وجل بالنوافل وبكل ما نملك وبالإنفاق في سبيل الله من أجل أن نكون سببا وأن تكون أعمالنا هذه سببا مباشرا في نصرة إخواننا في فلسطين وفي غزة بالضبط يقول زيد بن حكيم معناه وإن كان ولا بد أن نمتنع عن الظلم لا نظلم بعضنا البعض يقول زيد بن حكيم ما هبت أحدا هيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله يقول حسبي الله بيني وبينك إذا وحد قال لك حسبي الله بيني وبينك راجع روحك اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذوا للشركة والمشركين اللهم انصر عبادك الموحيدين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم اخذي هذا الطائفة الطائفة المنبوذة المغضوب عليها اللهم اخذهم اللهم لا ترفع لهم راية اللهم الشتي تشملهم اللهم رمي النساءهم اللهم يا رب العالمين إنك تسمع وترى عبادك المؤمنون يتضرعون إليك صبح مساء ليلة نهر اللهم اكن معهم ولا تكن عليهم اللهم أنزل عليهم رحمتك وأنزل على المغضوب عليهم بأسك الذي لا يرد عني القوم المجرمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة